حماية المدنيين ورفض التهجير ومقترح الوطن البديل أهداف رئيسية عملت الدولة المصرية والقيادة السياسية بكل الطرق من أجل التأكيد عليها منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة الاتصالات واللقاءات الدولية التأكيد على عدم تصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين من منازلهم إلى مصر أو أي دولة أخرى فلا حل للقضية الفلسطينية إلا بتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ومع التأكيد المصري المستمر وتكثيف الاتصالات لعرض وجهة النظر المصرية والفلسطينية بدأ قادة دول العالم التأكيد على أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة والعمل على ضمان عدم التهجير وأعلن البيت الأبيض أن الرئيسين عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن بحث ضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى مع الالتزام بالعمل لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط التصريحات الأمريكية ليست الأولى من نوعها فخلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إمانويل ماكرون تم الإعلان عن اتفاق مصر وفرنسا بأن خروج أو تهجير الفلسطينيين ليس حلا وأن حل الدولتين لم ينجح حتى الآن والفلسطينيون متواجدون على أراضيهم وليس من المعقول أن ينجح وهم خارج أرضهم وتسعى مصر إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة كخطوة لإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وتعد مصر وسيطا لا يمكن الاستغناء عنه في حل الأزمة الراهنة فهي تمتلك عدة مفاتيح للحل مع دورها الإقليمي الرائد الذي تقوم به لوقف إطلاق النار وأعلان تهدئة في غزة والدفع نحو العودة إلى مربع الهدوء والجلوس على طاولة المفاوضات